السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنكمل كونس الماتيريا اللي أولى مدني الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الخواص اللي محتاجين نعرفها عن المواد وقلنا اللي احنا محتاجين ندري سلوك المواد تحت تأثير الأحمال في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الاختبارات اللي بنعين بيها الخواص وازاي بندري سلوك المواد تحت تأثير الأحمال اول واهم اختبار هنبتدي بيه هو اختبار المقاومة الشد ده هندلس بيه سلوك المواد المعدنية تحت تأثير حمل الشد الاختبار ده من اهم الاختبارات واكترها شيوعا بالنسبة للمواد المعدنية المواصفات الكراسية بتنص عليه لازم المواد المعدنية كلها يتعمل لها اختبار شد ان هو بيحدد لي الخاص من الكنيكية بتاعت المعيد بسهولة وبدقة عالية انا عندي ثلاث انا بعمل معادن اولهم المعدن المطيلة اللي هنشتغل عليهم منه من سطلب الطبي معادن نصف مطيلة زي سطلب عين مقاومة ومعدن كاصفة زي الحديد الظهر ثلاث معادن دول انا هدرس سلوكهم تحت تأثير حمل الشد فمبدائيا بقول ان انا لما بجيب معادن دي واجيب منها عينات وابتدي شدها بسم كيرف بين اللود اللي كان على العينة والاستطالة اللي حصلت فيها بلاقي ان ده شكل الكيرف دي معادن الكاصفة معادن المطيلة معادن عالية المقامس اول حاجة هنتكلم عنها هي المعدن المطيلة المعدن المطيلة لما بجيب اختبابها اول حاجة او المعدن العموما اول حاجة لازم اعملها ان انا ققيس كتر العينة اللي دي نود بتاعي بقيس كتر العينة ليه عشان انا محتاجها في حاجتين محتاجها عشان احسب حاجة اسمها المسافة الكرياس ال L نود مسافة الكرياس دي بحددها برارة على ايه لو انا عندي عينة بتاعتي دي عينة طويلة بقل ان ال L نود ده عشرة في ال D نود عشرة امثاله لو عينة اقصيرة بقول ان هو هيبقى خمس امثال ال D نود تعامل بي ايه مسافة الكرياس دي وبحددها ليه بحددها عشان اقدر باعين مجدار الاستطالة بعد الاختبار انا هشد العينة مش كلها هتزيد بنفس الاستطالة بنفس النسبة فلا محتاجة اعين جزء اقيسه وبعد اللي اخطجه وبقيس نفس الجزء ده تاني عشان اعرف الاستطالة اللي حصلت قديني فدي اهمية المصافة الكويسة اللي احنا بالعينة بعدها باحددها على العينة بقيس بحسب النوت ده واجي في العينة واحدد مكانه بعد كده ببتدي احط العينة بتاعتي في المكانة واشدها واخد القرآيات بتاعت الحين والاستطالة اللي حصلت العينة وانلاقي ان الكيف بتاعي ده بقى شكله الكيف ده بنقسمه لربع اجزاء انا بقسمه لربع اجزاء عشان افهمه جزء الاول ده بطلع منه طلع خواص للمعدة حد التانيسه وحد المفونة مدته الخضوة في اول جزء ده بعد كده الجزء ده من بيل سي بطلع حاجه اسمها التصلب المفعلي قصية اسمها قصية التصلب المفعلي وبعد كده هنا لما الحملة بتاعي يوصل للمكسمم بتاعته بتحصل حاجه اسمها النيكينغ بقابة واخر حاجه بما بيحصل فيها من المعدن فاخر الكيف عندي الكيف ده قولنا بين اللود و المجدول الاستطالة بتاعتي طيب احنا عندنا المعدن المطيلة في السياخ يعني في منها ثلاث انواع فنص اول حاجه البلاين بارتس اللي هي السياخ الملساق والفيب دي بارتس السياخ ذات نتوقات بس النتوقات بتاعتها مش متصلة على اجزاء من السيخ بعد كده الابليك ريبس دي اجزاء النتوقات بتاعتها مستممة على السيخ كله مش وجوز وجوز الابليك ريبس دي اكتر نوع منتشر في مصر مجد طيبا بنسبة 90% يعني من الشغل في الابليك ريب دي بارتس لما باجي اعمل اي اختبار او اي حملة عليه بلاي ان الكسف دايما بيجيلي في النص هنا دي بس القلم بلاي ان الكسف بيجي هنا كده لان دي اضعف المنطقة دي اضعف من هنا في الابليك ريبس لا هو الكسف بيجي في اي حتة لان السيخ كله زي بعضه ما عنديش منطقة اضعف من التانية فبقول ان لما باجي بقارن بين التلات انواع دول هو الابليك ريبس احسن من البلين لان هو في النتوقات دي بتزويد للكوع بتاعته شوية والابليك احسن منهم هما الاثنين لان النتوقات دي بتزويد من كتف السيخ وان هي مستمبة على طول السيخ فبتزويد لي كمان التماسك بينه وبينه الخبصانة فده بيبقى بالنسبة لي افضل افضل اوبشن موجود طيب انا بحسب الدي نوت للسيخ في مثلا في السيخ البلين الدي هو جزء ده ده الكتر بتاع السيخ طيب في البدو والابليك اتبحسب الكتر بتاعهم ازاي هل باخد الكتف بتاع الجزء ده ولا باخد الكتف كله بالجزء بتاع النتوقات لك انا مش اخد ده ولا هاخد ده انا هاخد حاجة اسمها الدي افكتف طيب انا بجيبه من الدي افكتف دي اللي هو الكتف الفعال فعلا الفعال انا هفتقد ان انا جبت السيخ بتاعي ده وسيحته بس ثبت اللي بتاعه طول بتاعه ثابت وبعد ما سيحته صبيته تاني في اعملته سيخ جديد بس بنفس الطول بتاعي فالزيادات اللي كانت في النتوقات دي هتزود لي الكتف بتاع السيخ فيبقى هو ده الدي افكتف بتاعي كتف جديد طيب هو انا همسك الاسياخة سيحها عشان احسب الكتف بتاعها لا انا مش عمل كده انا هاجي الاول اخد الدي نوت بتاع السيخ اللي هو جزء الصغير ده وهاجي ايسل طول بتاعه وعوض في قانون الواسط القانون ده بيقولي ان الو بتساوي المساحة البي دي نوت سكوير على 4 في طول السيخ في الجاما است بتاعه الصل الجاما است اللي يجب تتحفظ ب7.85 جاما سنتيمتر تكاين رقم ده لازم تتحفظ جاما استيخ طيب بعد كده بعد ما اجيب الو من هنا جيب وزن ستيخ هاجي اعمل بقى في قانون الدي افكتف القانون ده بيقولي ان الدي افكتف بالتعب 12.7 في جزء الو على ال ال 11.7 ده كونستان طول جي من التجاهب كتير فباجي هنا احسب الدي افكتف ده فيطلع عندي يطلع ثلاث احتمالي يطلع احتمالي اما الدي افكتف يطلع هو هو الدي نوت في حالة اللي هو الدي افكتف هو الدي نوت بتاعي اما يطلع اجبة منه فساعدها الربد بارس والأبليك بارس هو ده هيبقى التطيخ بتاعي زونه تقيد ساعد بيجيب الاسئلة في الامتحانات انهم مش بيقولك هو السيخ ده زون نوتوقات ولا لأ ويقولك يحسب لي يعني قل لي بقى السيخ ده زون نوتوقات ولا أملس فبنشتغل بقى بالحتة دي بالقانون ده ان انا بحسب وزن السيخ وطوله بحسب منه الدي افكتف لو طلع اكبر من القطر اللي هو الديوني يبقى ده اسيخ ذات نوتوقات لو طلع ابده يبقى اسيخ ملثي المهم نقش بقى الاختبار بتاعنا بنعمله كيف احنا قلنا احنا بنشد العينة وناخد ارقام قرايات ونرسم الكيرف وطلع بقى من الكيرف بتاعنا ده الخواص بتاع المعدة اول حاجة جزء بقى ابي امينه كده ابقى بقى سريعا نبصو عالكيرف انا قلنا جزء الابي اللي هو ده خط المستقيم وجزء اللي فيه جزء مش عيدل ده وبعد كده ده اول ما يتمع الكافي التاني فانيجي هنا الجزء ابي عندي جزء هو الخط المستقيم اخر الخط المستقيم ده اخر نقطة فيه هي البربورشان لميت حد التناسب ايه حد التناسب ده دي النقطة اللي عندها التناسب التاردي بين الحمل والاستطالة بين دي يعني ايه انا لما باجي في اي معدن باجي شده فيه حاجة اسمع الاسطيق لميت المهونة لما باجي شد المعدن بتاعي عند نقطة معينة لو سبته هيفجع تاني للشكل الطبيعي بتاعم التشكل مش يفضل موجود فهي دي حد التناسب ده دي النهاية النظرية اللي هي اخر بالخط المستقيم السنة فعليا فيه بعد كده نقطة لو سبت لو شدت الاسطيق لغيت عندها و سبته هيفجع تاني يعني هو فعليا اخرج مش بيبقى عند البربورشان لميت مش تقول المعادن طبعا في بعض المعادن فمن هنا جات لي حاجة اسمها الاسطيق لميت حد المهونة فبقول ان حد المهونة ده هو النهاية الفعالية لمنطقة المهونة سألك خلي بالك انا حد التناسب ده انا يعني بيعتمد على بسمة انا بجيب بقولك اخر الخط المستقيم انا لو انا بسمة الكرف الدقة عالية هورف اجبها لو الدقة مش عالية هي اطلع رقم تاني وهكذا فانا ما باخدش حد التناسب ده ما بحطوش في اعتباري في الديزاين احنا قلنا بنعمل ديزاين للمواد للمنشئات بتاعتي كلها جوة الاستيقليمت انا عايزة لما هي بيحملة على المنشأ بتاعي والحملة ده يتشال التشكل اللي حصل ميبقاش موجود يتشال مع الحمل فانا فعاليا حد التناسب ده انا مش بعرف اجيبه دايما بدقة فمش بشتغل عليه بشتغل على حد المرونة هو الفرق بينه بالحد التناسب صغير جدا تبقى اقام بسيطة جدا اقام عشرية وفي معايد عندي بلاقي ان حد التناسب بتاعها هو هو حد المرونة بالاثنين رقم واحد مهما كان الجراف بقى في اكيروسي عالية ولا لأ هلاقي الاثنين نفس الرقم مش هلاقي الجزء ده لا هلاقي ان اخر الخط المستقيم هو هنا وبعد كده بخش في منطقة الخضوع بتاعتي طيب ايه بقى الحتة دي ليه الكيرفي هنا عامل كده دي حاجة اسمها منطقة الخضوع المعدن المطيلة بتتميز بمنطقة الخضوع دي معادن المطيلة كلها فيها منطقة الخضوع او نسبة جدا منها معادن النصف مطيلة ما فيهش منطقة الخضوع ايه منطقة الخضوع دي بقى انا عندي في الاول وانا بشنت السيخ انا عمل ازود في حمل فهو في الاول بيتشد معي والدي بتاعته بتبتدي تتغير حاجات بسيطة كل اما زود الحمل الغوابط اللي جوا بين الجزائيل بتبتدي تتكسر فهما يجي عن حمل معيج كده هلاقي ان الغوابط دي بتتكسر بسرعة جدا فهلاقي بتتكسر اصفع من العادي فهلاقي ان الحمل بتاعي المؤشر بتاعي للمكان عمالي يروح ويجي الحمل بزيد ويقل والاستطالة بتاعتي بتزيد هو الحمل اللي واحده الروابط اللي جوابط اللي تتتكسر فبنقول الديده بيحصل خصوصا في المناطق الضعيفة في الفلسيخ في مكن المستويات الروابط اللي بينها ضعيفة بيبقى فيها مثلا عدم تجانس او فيها شوائب كل الكلام ده بيخليلي الجزء ده الروابط اللي فيه ضعيفة فلما يجي زود الحمل تبتدي الروابط كلها تتكسر بسرعة فيحصل للاستطالة كبيرة والحمل بتاعي تايبا ما بيتغيبش وعامل يزيد ويقل طيب الزيادة والنقصان دي يابتلي حاجة اسمها الداون يلدي و الاب يلدي يلدي اه احنا قلنا هي الجزء ده بيخد الالفنج بتاع الرقمين دول وهو ده الهيلدي دي لامت بتاعي البي يلدي لامت قلنا ان عمليا الحد التناسب وحد المرونة ومنطقته الخضور تقريبا بيبقوا ارقام قريبة جدا من بعض فبالتاني بقدر اعتبرهم التلاتة حاجة واحدة يعني ما باجي اخد ارقام بقى فعليا واشتغل بيها باعتبر التلاتة حاجة واحدة لان الفرق بينهم بيبقى ارقام بسيطة جدا هنمكن احملها طيب ده بالنسبة لأول جزء تاني جزء بقى اللي احنا قلنا الكيف بتاعنا بيبتدي يزيد بعد الفتة ده في الجزء ده هلاقي ان الحمل الدلتة بي زادت قوي بس الدلتة ال الاستطالة ولينا مقارنة بالحمل بتاعي ده سببه ايه ليه بيبقى عندي جزء كده ليه مش مسلا هنا منطقته الخضوري الرابط كلها بتاعت القصة والاستطالة بتحصل كبيرة ايه اللي حصل خلى ان انا عندي لا الاستطالة مرى واحدة قلت والحمل بتاعي بقى بيزيد جامد عاجة اسمها التصلد الانفعيل ايه التصلد الانفعيل ده لما بيجي عندي في منطقة الخضورة الغابط تبتلت تتكسر جامد فالجزئات كمان بتبتلت فيه جزئات بتبتلت يتفتت ده كله بيعمل لي مقاومة زيادة انا بقى عندي جزئات كتير عمالها تدد تقشك بعضها وتعمل لي احتكاك عاجي الاحتكاك ده مع المقاومة دي بيسبب لي مقاومة زيادة جدا فبقول ان تفسير ده بجامل نظرية جيفي و ارشب للنزلات والتداخل دي اقرب نظرية اللي احنا بيدرسه نقول ان احنا اثناء حركة الجزئات المستويات الضعيفة بتبتلت تنزلك على بعضها وبيحصل فيها بتبتلت تتكسر بتتداخل فده كله بيزود لي من المقاومة بتاعت الاستطالة ان انا ما بقاش عندي الاستطالة بتحصل ازدائي ان انا الجزئات بتبتلت انزلك على بعضها تنزل بدل ما هي عفوق بعض بتبتلت تتحرك وتبقى جنب بعض عشان تديني الطول ده فمع الغوابط الكتير اللي بتتكسر الجزئات الكتير دي اللي انزلك ده ببقى السهل يبقى فيه احتكاك عالي جدا فبلاقي ان الحمل بتاعي من يزيد بس الاستطالة قليلة جدا الجزئات بتاعي اتقاهم بعضها فده دي ظهورة التسلط المفعيل بعد كده لما الحمل بتاعي يوصل للمكسيمم باليو بتحصل حاجة اسمها الرقبة ايه الرقبة دي بقى الرقبة دي بقى نفهمها كده بروحها عشان هي محتاجة تركيش شوية انا عندي انا بشد الالسيف شد محوري يعني ايه؟ يعني لازم الشد بتاعي يبقى في السنتر بتاع السيف مش في الجنب ومش ميل والكلام ده كله لا لازم يبقى في المحور بتاعه بس ضبط فوانا بشد كده المعدن المطينة المعدن صلب الطريب بتاعي هو ضعيف في تحمل كوال الشيف يعني ايه؟ المستويات اللي كلها على 45 درجة دي لما اجا شد السيف كده هي عليها عليها قص المستويات دي عليها حمل شيف مش شد لان الشد هنا مش محوري ومش في المحور بتاعها لقد بيميل عليها فالمعدن في الحالة دي المستويات دي ضعيفة جدا لان هي ما بتتحملش الشيف فبالحالة دي بيرجع انه يعمل كده ايه دي؟ انه ده انهيار انهيار قصص صريح انا بقى عندي الجزء السيخ بتاعي انهار على زوجة 45 لا اسمه انهيار قصص صريح بس هو الشكل ده الموجود عندي هيحصل في المكناة يعني هو السيخ هيخد المكناة الجزء اللي فوق والجزء اللي تحته يتحرك عشان يحصل بالكسف ده لا هو مش يعمل كده طبعا المكناة سفة زي ما هي فبلاقي انه عشان يرسل للشكل ده والسيخ بتاعي في نفس وقت ما يتحركش المستويات دي هتبتدي تلف على بعضها هتلف في ليه؟ وانا عندي قص قص بيأثر عليها كده بيأثر عليها بالاتجاه ده وانا بشده كده فانا هلاقي ان الشد مع القص هبكدي يلفف لي المستويات ده فهتحصل يحصل للشكل ده يعني انا عندي الجزء ده المفوض يحصل بس انا لازم السيخ بتاعي يفضل بالمنزر ده فعلاقي ان المستويات 45 درجة دي بتاعي تلف وهي بتلف تديني بقى المنزر ده كل المستويات اللي كانت 45 درجة كده بتاعي تلف فعلاقي ان الكتر هنا صغر فقد ده بيبقى منزر بالتلف كده رأي السيخ كله بتاعي وفيه جزء كده راح باخد كيف الجوه وحصلت لي حاجة اسمها بقى بقول تاني كده احنا قلنا البقى دي بتحصل لما ايجي شد الحديد الطري او الصلب الطري بيكون اقصى شير فعندي اقصى اجهاد قص موجود على المستويات ال 45 درجة ولان الصلب ده ما بيتحملش الشير ضعيف جدا في تحمل قوة الشير فيبتدي يلجأ انه يحصل له حاجة اسمها انهيار قص صريح انه يتكسر على 45 درجة بس عشان يتكسر على 45 درجة لازم الجزئين يتحركوا جزء من الاتنين يتحركوا مش هيتكسر هو كله في مكانه كده فعشان يتكسر بالمنظر ده يتحركوا ده مش هيحصل فيبتدي يلجأ لحاجة تانية تحت تأثير الشد اللي عندي والقص هلاقي ان المستويات الضعيفة دي بتارت تلف معاهم لما كل المستويات بيتلت تلف كده يظهر للمنظر ده ده بالنسبة للفق بعد كده عندي الانهيار ايش بحاجة بقا الانهيار بيبقى الانهيار بيبقى اقل ايني؟ على حملة اقل من حمل البقبة اللي هو المكسيمم فاليو بتاعت البي ليه؟ لان انا لما بتحصلت عندي البقبة كتر الانسيف بقى اصغر من الكتر الاصلي فبالتالي بقى بيتحمل ايه كود شدة يعني لو انا عندي انسيف الاصلي كان كتره 10 مثلا 10 ملي وجيت او ايه قلنا 10 ملي وهو هلقول انه هو مثلا هيتحمل 30 ايه 30 طن مثلا لما يبقى 5 اكيد مش هتحمل التلاتين هتحمل اقل فبالتالي هلاقي ان ال قيمة بتاعت التعلى لغاية ماكسيمم فاليو فتحصل البقبة بعد كده لقيها بتنزلتان زي ما شفنا الكيفة في الاول فلما بيحصل الكسف بقى عندي عرقبة دي بلاقي ان الكسر ده شكله ايه ده بقى هو ليه كسر كده احنا قلنا ان احنا عندنا الصلب الطريق ما بيتحملش كوة قص فانا لما باجي شده الجزء ده الجزء اللي في النص ده كده متعرض لشد محبابي من ناحية تاني والجزء اللي على 45 درجة متعرض لقص فلما اجيب توزيع الاجهادات على السيكشن ده كده كله اللي عندي السيكشن ده كده لما اجيب توزيع الاجهادات عليها ليه يعمل كده بالمنظر ده كده اقصى اجهاد في الجزء ده اللي هو في النص و بعد كده بيقلي للاطراف ده ايه كان الشد فهلاقي ان الجزء اللي في النص ده بيتفصل النص اللي النص العينة بالضبط بيتفصل لان هو ما بقاش متحمل الكوة ده خلاص وبعدين هو بيتفصل يتدي بقى الكوة الشدء الكوة القص اللي هنا تضغط اكتر عليهم على الاطراف فهلاقي ان الجزء في الجناب ابتدت تتفصل عن بعضها بيصليها انزلاق الجزءات المعدن بتتلف زي ما قلنا عشان تعمل البقبة وفي نفس الوقت بتنزلق على بعضها فتروح مفصوله فبيقول انها بيحدث انفصال في منتصف المقطع على هيئة مستوى عمودي على التجاهز الشد ده بسبب الشد وبيصحبه انزلاق جزءات المعدن بمنطقة حروف المقطع بما يؤدي للانفصال بالقص في الجناب الجزء ده في الاطراف هيديني بقى اللي هو شكل القب والكون ده والمعدن ده اسمه المعدن المطيله مشهوره بالشكل ده طب شكل بقى المعدن بعد انه بيعمل ازاي الجزء ده كده اللي انفصل بسبب الشد بلاقي انه خشن ولونه داكن لونه غامع عن باقي المعدن هو اختبار الانفصال بالشد نحن هو بالشد دايما بيبقى كده هلاقي المعدن بتاعه خشن طيب والاجزاء اللي اتكسرت عن طريق القص بلاقيها نعمة وبتلمع طيب ليه دي خشنة وليه دي نعمة ببساطة لما اجي شد حاجة وافصلها انت اتعالى كده جربها اي حاجة وافضل شد فيها وقت ما تتفصل هي الجزئات وايب بتتك من بعضها مش هيبقى فيه اجزاء مش هيبقى نعمة هيبقى فيه اجزاء بفزة وفيه اجزاء داخل الجوه لكن لما اجي امسك نفس الحاجة دي وبدل ما شدها لانا ورفص لها كده من بعد ايه بمجانب كده ووففتحيها انا هلاقي ان هي نعمة بالنسبة للجزء اللي انا شديته هو ده بالضبط اللي بيحصل هنا اللي انا عندي وانا بشد جزئات بتتفصل من بعضها لكن في القص جزئات بتنزلق على بعضها بتفضل تنزلق لغاية ما تتفصل خالص فالنزلق ده بيجيب لي سطح العين ده بالنسبة للكرف اذا كده فهمنا الكرف اللي بتفسم ايه الشكل بتاعه ده والحاجات دي جاية منين طيب بعد كده بعد شكل الكرف ده بتهيب عين الخاص انا قولنا احنا بنعمل اختبار عشان نعين الخاص احنا فيه خاص بنعينها من على الكرف وخاص تانية بناخد الايقام اللي احنا جبناها دي خاص خاص اساسية وخاص تانوية خاص الاساسية دي لازم لازم عينه لأي حاجة اي حديد هشتغل بيه فيه خاص اساسية لازم عينه باقي الخاص دي بحتاجها لما اجا اعمل حاجات معينة اما بقى عايزة ترس حاجة معينة في المعدن ده فباجي قد انا عندي ثلاث خاص اساسية الف يلد والف ماكسمم والإلونجيشة حد التناسب واللي هي مقامة المعدن فعلا حد التناسب بنحدد منه مقامة المعدن للشد والف ماكسمم اقصى حملة هتتحمله المعدن بتاعي ده قبل ما يتكسر ونثبت الاتطالة اللي بتحصل فهنقول ان احنا عندنا من حد التناسب هيقول ان الف يلد او بروشان لمت نقولنا ان هما الاثنين تقريبا هما نفس الحاجة بقسمم على ال اي نوت كده اجيب ال اف يلد وبعد كده بجيب ال بي ماكسمم بتاعتي واقسمها على ال اي نوت كده جبت ال اف ماكسمم وبعد كده اجيب نسبة الاستطالة هي الدلتا ال على ال ال نوت ايه الدلتا ال اللي بقى الدلتا ال دي احنا فاكميني ال 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 نوت اللي احنا قلنا فالأول ان احنا بنعينها على نصيف عشان اجي بعد كده اقيس نفس الجزء واخد الاستطالة اللي حصلتهم هي دي بالزبط الدلتا ال انا بجيب بعد ما يحصل الكسفة عندي بجمع جزء ن دول تاني بعد ما حصل الكسف بجمع دول تاني واقسم الاستطالة واجيب حاجة اسمها ال ال اي اللي هو الطول اللي هاني وهو يحترحها منه ال 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 نوت اللي انا حسبته في الاول كده جبت الدلتا ال ال ماكسمم الاستطالة الكلية وقسمها على ال 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 نوت في مية كده جبت نسبة الاستطالة في المعدن بتاعي في العينة ومن هنا بقى اجي حدد الخاص الاساسيه ايه الخاص الاساسيه للمعدن الخاص الاساسيه دي هي اللي بتعين بتحدد لي المعدن العينة بتاعتي دي بتبتها ايه يعني ايه بتبت العينة بتبت العينة دي رقم او بيحدد ايه من الاسم العينة كده بيعرف هي ال بي يلد بتاعيتها كم او ال الف يلد بتاعيتها كم وال الف ماكسمم بكم وانا ببقى اعرفة ان العينة مثلا اللي ردبتها 360 على 520 دي نسبة الاستطالة بتاعيتها 12% فانا عندي اربع عودة بالمعدن اول حاجة 240 على 350 احنا قلنا اسم العينة بيعرفني ال الف يلد بتاعتها وال الف ماكسمم فعلى ان ال 240 دي الف يلد بتاعتي العينة بتاعت الردبة دي 350 دي الف ماكسمم والنسبة الاستطالة بتاعت العينة دي 20% وبديها رمز فاي بعد كده عندي الردبة التانية 280 على 450 الف يلد بتاعتها برضو 280 الف ماكسمم نسبة الاستطالة 18% وبعدك بتاخد رمز فاي طيب بالردبة التالتة 360 على 520 بنقول الف يلد بتاعتها 360 والف ماكسمم 520 باستطالة بتاعتها 12% بتاخد الرمز ده اللي هو فاي بس بشاطتين اخر ردبة 400 على 600 الف يلد بتاعتها 400 والف ماكسمم ب600 والالونجيشن ب10% وده الرمز بتاعها طبعا كل الارقام دي بنيوتن على المليمتر سكوف طيب انا بحدد بقى ردبة العينة عشان اعرف دلوقتي انا بقى لما اجعل ديزاين انا عندي هعمل ديزاين مثلا على ان السيخ بتاعي ردبة 280 على 450 فانا لازم اعرف ان مقاومة السيخ ان انا هشتغل عليها هي 280 لما اجعل ديزاين اخد المتردو 80 دي اسمها على فاكتور اوف سيفتي وهو اطلع الف ديزاين بتاعتي لان انا هشتغل بها في خواص تانية للمعادن بنحسبها اوه في خواص تانية بس بقى الخواص بقى دي بنسميها خواص تنوية بحتاجها لما اجي ادرس حاجة معينة في المعادن هنتكلم بعد كده عنهم بالتحصيل بس ده بالنسبة لفيديو نهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن المعادن نصف المطيلة المعادن القصفة الكفات بتاعيتهم عاملة ازاي ونطلع منها الخواص ازاي وبعد كده هنتكلم عن الخواص السنوية للمعادن اه اتمنى تكونوا فهمتوا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة